بعد صيام شهر رمضان لا تزال أجواء الحظر تلقي بظلالها على الدول الإسلامية المحتفلة بعيد الفطر فقواعد الحظر الصارمة لا تزال سارية ليس على الشوارع والميادين فحسب بل على المساجد أيضا والتي خلت معظمها من المصلين واكتفت ببث تكبيرات العيد عبر شبكات التلفزيون والإذاعة والإنترنت إندونيسيا وهي أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان سجلت نحو 22 ألف إصابة بالفيروس وما يربع على 1400 حالة وفاة لتصبح صاحبة الحصيدة الأكبر في جنوب شرق أسيا ما دفع السلطات لاستمرار فرض القيود الصارمة على التجمعات وحصرها في عدد محدود من الأفراد لكن دولا أخرى كتركيا والعراق والأردن استمرت في فرض حظر التجوال على مدار الساعة أما السعودية فتخضع لحظر كامل إذ يسمح للسكان فقط بمغادرة منازلهم لشراء الطعام والأدوية الأردن أعلن فرض حظر تجوال شامل لثلاثة أيام بما في ذلك أول أيام العيد فيما أعاد لبنان فتح المساجد للصلاة فقط مع فرض القيود الصارمة على المصلين وفي مصر ارتفعت تكبيرات العيد عبر شبكات الأثير بعد أن خلت المساجد من روادها بتوصية من الأزهر الذي أجاز أداء صلاة العيد للمسلمين في بيوتهم فيما تم حظر الأنشطة الترفيهية والتجامعات حتى نهاية الأسبوع وسط انتشار أمني واسع إيران من جانبها التي تواجه أعنف تفشي للفيروس في الشرق الأوسط بأكثر من 130 ألف إصابة يجري الاحتفال بعيد الفطر في يومين مختلفين في خطوة نادرة تستند إلى قرار المرجعيات الدينية المختلفة في البلاد وفي الإمارات حاولت إمارة دبي فتح أحد أكبر المراكز التجارية وسط استحكمات أمنية أقامت خلالها الشرطة حواجز ونقاط تفتيش حول منطقة صناعية تضم عمالا أجانب وفي باكستان تستمر تدابير الإغلاق للسيطرة على انتشار الفيروس منذ منتصف مارس لكن رئيس الوزراء عمران خان رفض إغلاق المساجد خلال شهر رمضان على الرغم من مناشدات الأطباء وارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء كورونا ولا تزال القيود المتعلقة بالفيروس قائمة أيضا في دول البلقان ذات الأغلبية المسلمة وألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو التي أخذ العيد فيها طابعا غير مألوف لأول مرة لكنه لا ينأى عن المشهد المتشر في مختلف أرجاء العالم الإسلامي في ظل انتشار الوباء وإذا كان عدد الوفايات الناجمة عن الوباء في الشرق الأوسط وأسيا لا يزال أقل بكثير مما هو عليه الحال في أوروبا والولايات المتحدة إلا أن التزايد المضطرد في أعداد المصابين في هذه الدول يثير مخاوف من أن يؤدي أي تفش محتمل للوباء إلى انهيار الأنظمة الصحية فيها لسيما أن عددا كبيرا من هذه الدول يعاني نقصا في تجهيز نظمه الصحية وتمويلها